بعد اعتقال دام خمسة أيام أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن الناشط نزار بنات من الخليل بعدما اتهمته النيابة العامة بأنه يشكل خطرا على الأمن والنظام العام الفلسطيني لكن محكمة صلح أريحة أصدرت قرارا بالإفراج عن نزار بعد النظر في القضية بينما قال المحامي إن موكله اعتقل دون مراعاة نصوص القانون التي تكفل الحرية الشخصية كحق طبيعي تحياتي للجميع شوفتوا انتصار حسين الشيخ غريب غريب فعلا يعني شو هالامتهان وهالابتذال اعتقال نزار كان بعد نشره لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الذي وصف عودة العلاقات مع الاحتلال بأنها انتصار للفلسطينيين لن يثنيني أنا يعني باقي في هذا البلد أنا وأولادي بش مقررين انهاجر وعشان هيك بدي مساحة يعني من الحرية أنه ابني ما يكرهش البلد ما يفكر بالهجرة أنا جربت الغرب وعشت في الغرب ما فيه كرامة للفلسطيني إلا في بلده بظل مواطن درجة ثانية مهما جمع من مال أو علم أو غير ذلك بظل مواطن درجة ثانية وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد حذرت من تزايد اعتقال المواطنين في الفترة الأخيرة والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية نعتبره مساس خطير بحرية الرأي والتعبير وخروج عن التزامات دولة فلسطين بمجرد الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وإذن مخالفة القانون الأساسي الفلسطيني وشكلت قضية اعتقال الناشط نزار بنات ردود فعل مختلفة في الشارع الفلسطيني الذي طالب بضرورة عدم تكميم الأفواه وإعطاء مساحة واسعة للتعبير عن الرأي لا أحد في الشارع الفلسطيني يتفق مع حجز الحريات خاصة إذا كانت من السلطة الحاكمة نفسها للمعارضين فهذه المسألة تزعزع ثقة الناس بالسلطة إذ يرى الناس أن حرية الرأي والتعبير أمر واجب رائد الشريف الغد رام الله فلسطين